السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم امتبعي القرآن ومتابعي القناة من الآخر الخلاصة لأول مرة تزال في القناة لا تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر اسفل الفيديو وفعل زر الجرس لأصلك كل جديد باستمرار بإذن الله امتبعي القرآن معكم محمد نور الدين ترتيب فرق الدورة المصر الممتازة وترتيب الهدفين ونتائج مباريات الجولة الحدية عشر بعد الانتهاء اليوم الأربعاء تلاتة اتنين الفين وعشرين الجولة بدأت أمس بفوز الانتاج الحربي على الجونة تلاتة اتنين تعادل أسوان أمام سريميكا كليباترا واحد واحد هزيمة الزمالك أمام غزل المحلة فوز غزل المحلة اتنين واحد والمصر البرسعيدي تعادل أمام البنك الأهلي صفر صفر اليوم الأربعاء تلاتة اتنين الاتحاد سكندري اكتسح مصر المقصة أربع صفر أحرز لهدف روماريو ويليامز في الديا 18 محمد الصباحي في الديا 46 رزاق سي في الديا 75 ورزاق سي في الديا 85 طلائل الجيش تعادل أمام المقاولين العرب واحد واحد أحرز هدف المقاولين أحمد داودا في الديا الثانية من الوقت بدأت ضع في شرط الأول وهدف طلائل الجيش عن طريق أحمد سامر من درب الجزاء في الديا 34 امبي فاز على بيرامز تلاتة اتنين أحرز هدف امبي رومي صابري من درب الجزاء جون اكوي في الديا الثانية من الوقت بدأت ضع في شرط الأول وجودي في الديا 48 هدفي بيرمتز عن طريق محمود وادي في الديئة السبعة ودييغو رولان في الديئة تلاتة وستين سموحة يهزم الإسماعيلي اتنين صفر أحرز هدف سموحة عبد الكبير الوادي في الديئة تمانية وتلاتين ومصطفى فاتح من درب الجزاء في الديئة تنين وتسعين خلنا نتعرف على ترتيب فرق الدور المصر وترتيب الهدفين بعد انتهاء الجولة الحادية عشر في صدر الترتيب جدول الدور المصري بعد مباريات الجولة الحادية عشر الزمالك في المركز الاول بثلاثة وعشر نقطة من عشر مباريات الاهلي في المركز الثاني بواحد وعشر نقطة من تسع مباريات الجونة في مركز السالس بثمانتاشر نقطة المصر برسعدي في مركز الرابع بسبعتاشر نقطة من عشر مباريات انبي في مركز الخامس بستاشر نقطة من تسع مباريات بيرمز في مركز السادس بخمستاشر نقطة سرماكا كلبوترا في مركز سابع بخمستاشر نقطة من عشر مباريات سموحة في مركز سابع بخمستاشر نقطة من عشر مباريات مصر المكاسة في مركز سامن بثلاثتاشر نقطة من عشر مباريات تحت سكندري في مركز التاسع بحداشر نقطة من سابع مباريات طلع الجيش في مركز العاشر بحداشر نقطة غزل المحلة في مركز الحدي عشر بحداشر نقطة من عشر مباريات المولين العرف في مركز الثاني عشر بحداشر نقطة أسوان في مركز الثالث عشر. بعشر النقاط من عشر مباريات. البانك الاهلي في مركز الرابع عشر بتسع نقاط لليسمايلي في مركز الخامس عشر بثمان نقاط لإنتاج الحرب في مركز السادس عشرب بثمان نقاط ووادي ديجله في مركز السبع عشر والاخر بسبع نقاط من عشر مباريات وكده فيه فريق متكرر يعني نفس المركز بنفس النقاط وهو سرموكا كليبات reinforce m's mus mo i home all-2 في مركز السابع برسيد خمسلشهر نقطة. بالنسبة للترتيب هداف الدوري المصري بعد آآ انتهاء الجول الحديث عشر. احمد سامر لاعب طلع الجيش في السدارة في المركز الاول برصيد ستة اهداف. في المركز الثاني آآ رمضان صبح لاعب بيرامدز بخمسة اهداف ويصف اوباما لاعب الزمالك. واجينو كوي لاعب امبيا. في المركز الثالث اشرف بن شرق لاعب الزمالك باربع هداف واحمد رفعت لعب المصري وحسام حسن لاعب سموحة ومحمود كهربا لاعب الاهلي. ومروان حمد لاعب مسر المقصة ومحمد شريف لاعب الاهلي. وعمر جمال لاعب طلع الجيش. رزاق شسي لاعب التحدي السكندري. وحسين لاعب سلمك الكلمتر في مركز الرابع. شاملس بيكيل لاعب مسر المقصة. ووليد سلمان لاعب الاهلي. كل من هما سلسة اهداف. منتبعي الكرام كان معكم محمد نور الديمي. قناة من الاخر الخلاص اشترك في القناة. فعل زر الجرس. عم لايك الفيديو. نراكم فيديو اخر باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.